اشتركوا في القناة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر يا كرام ليلة عظم الله قدرها وشرف مقدارها اجتمع فيها شرف الزمان وشرف العبادة وشرف المتنزلين وشرف العطاء بلا حدود هي ليلة خير من ألف شهر أي أنها خير من ثلاث وثمانين سنة تأمل معي إذا كانت عدد ساعات الليل عشر ساعات فإن هذا يعني أن ساعة واحدة من تلك الليلة خير من أكثر من ثمان سنوات مشغولة بالعبادة فهل يفرط في هذا عاقل لا والله ووالله إنه لا يغلو في طلبها عشر بل ولا شهر بل ولا دهر فاحرصوا بارك الله فيكم على استغلال ما بقي من هذه الساعات وتلمسوا هذه الليلة فيما بقي من تلك الليالي نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضلها وخيرها وبركتها قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اجتمل القرآن الكريم على أربعة عشر سؤالا جاءت مصدرة بيسألونك وجاء جوابها مصدرا بقل إلا في هذا الموضع فإننا نلاحظ أنه جاء مجردا من قل إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بهذا الجواب ولم يكل هذا الجواب لأحد غيره سبحانه وتعالى إشارة إلى كمال لطفه سبحانه وتعالى واستغنائه عن الواسطة بين العبد وبين ربه عند مناجاته له وهذا فيه معنى التحبب والتقرب من العبد وكأن الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة تفصل بين العبد وبين ربه إشارة إلى شدة قربه من عبده وكأن الفصل بهذه الحرفين بقل يطيل المسافة بين العبد وبين ربه تأمل معي هذا اللطفة وهذا التحبب وتأمله في قوله تعالى عبادي وفي قوله قريب وفي قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان لتدرك حقيقة كرمه سبحانه وتعالى وساعة فضله فأين الطالقون لأبواب فضله أين الداعون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء اشتركوا في القناة